الفارس الصغير أبو السعيد كلها ألقاب ينادى بها جود الإفرنجي أصغر فارساً في فلسطين وعمره لا يتجاوز الثلاث سنوات برع جود بركوب الخيل رغم صغر سنه فهو أحد أفراد عائلة تشتهر بالفروسية وتمتلك نادي فلسطين لركوب الخيل أنا عمي الثلاث سنين وبركب على الخير وبقدر بالي عليهم وبركب عليهم جو العائلة بلشنا فيه من لما أنا وخالد كنا فرسان بالبداية بعدها فكرنا أنه يكون لنا مشروع خاص اللي ينطور الرياضة فيه أكتر فقررنا أنه منطقة هاي مناسبة جدا يحوي هذا النادي نحو عشرين حصاناً لكل منها اسم ومهارة ويتدرب على ركوبها الأطفال والكبار فهي بحسب من يمارسها تهذب النفس وتنمي القدرات الذهنية والجسدية لمحبيها كما أنها تعتبر ملاذاً للفلسطينيين في هذه المرحلة التي تشهد فيها الأراضي الفلسطينية أوضاعاً صعبة في ظل انتشار كورونا زيكت أنا قاعدة في الكورونا في البيت وأجيت هنا أغير جو وأنبسط يخليني أكون مبسوطة كتير وهي أكتر رياضة وتخليني أنبسط حبي للخيل وشغفي للخيل هذا الإشي شجعني أني أشتري فراس يقع نادي فلسطين للفروسية في قرية قلنديا على أراض خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية ويفصله عن مدينة القدس جدار الفصل الذي أقامه الاحتلال وقد أختر صاحب النادي مؤخراً بعدة أوامر لهدم إسطبل الخيول ومنع تدريب فيه رغم أنه لا يشكل أي عائق في أي اتجاه ما أجونا أعطونا اخترارات هدم واخترارات الوقف العامل بعدها أختر هدم بس لحد الآن ما صار أي شيء بعد هو وقف التنسيق الأمني ووقف كل الانترجات وبالذات أنه بعد ما صارت اللي هي الفيروس اللي موجود في البلد اللي هو خلى كل التركيز صار حالياً على هذا الإشي فالحمد لله أنه النادي موجود الناس صار تدعم فيه أكثر صار فيه تواجد فيه أكثر من أول بكثير يطمح الفرسان في فلسطين إلى المشاركة ببطولات خارجية مع مرور الوقت فالفروسية هنا في فلسطين مسيرة إبداع تحتاج لرعاية داخلية وخارجية خاصة مع استهداف الاحتلال الإسرائيلي لها قيود كثيرة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على مناحي الحياة جميعها هنا في فلسطين ومنها الرياضة لكن طموح الشباب الفلسطيني قفز عن كل الحواجز الإسرائيلية التي توضع لتعرقل طموحه فالفروسية أيضا كما غيرها من الرياضات واقعة بين القرار السياسي والأحلام العابرة للحواجز نهاد حجزي المملكة من قلنديا شمالي القدس المحتلة